سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية رسالة لوجا إلى فيوفيل الحلقة الرابعة أهلاً وسهلاً أهلاً الحمد لله الله يسلمكم الحمد لله في المرة الفاتت يا جماعة قلنا إنه الله نزل الوحي على النبي يحيا لما كان في الخلا وأداه رسالة عشان يبلغها للناس عشان كده قام مشى لكل نواحي نهر الأردن يدعو الناس للتوبة وكان بيعمدهم بيتخطيسهم في الموية وكان دايماً الإقتصال ده دلالة على التوبة عشان الله يغفر لهم جنوبهم أهلاً يا جماعة النبي يحيا عليه السلام لما كان بيعمد الناس بالموية قبل سجنه سيدنا عيسى برضو كان يختسر على يديه وكان بيصلي في نفس الوقت وفي أثناء صلاته نزل عليه السر الإلهي في الشكل يجبه الحمامة ويأخذ صوت الله من علاه أنت حبيبي الفريد وأنا مسرور بك وحاتويك على العرش وأنا متذكرة يا خلط صفية لما قريت فيه كلام بيقول إنه سيدنا عيسى عليه السلام لما بد رسالته كان عمره ثلاثين سنة ثلاثين سنة كان عقوب ابن إسحاد ابن إبراهيم عليه السلام صح وإبراهيم كان من زرية سيدنا آدم عليه السلام الخلق والله ليعبر عنه كلامي صح؟ مظبوط يا مونة كلامك صح مية المية وسيدنا عيسى عليه السلام بعد ما اختسل على يدين النبي يحيا اتحرك من نهر الأردن وهو مليان بالسر الإلهي القادل المكان في الخلا امتحنوا فيه أبليس رئيس الشواطين وأغراهوا لمدة أربعين يوم وما كان أكل أي شيء طول الوقت ده لكن بعد ده كان جعان جدا وإبليس امتحنوا وقال ليهو يا عيسى إذا كنت إنت فعلا المسيح حبيب الله الفريد اللي توجه الله على العرش حول الحجر ده لرغيف وكله لا إبليس لا لأنه كتاب الله الطورات بيقول الناس محتاجين في حياتهم لأكتر من البملبطون وبعد دهك إبليس ود سيدنا عيسى له جبل عالي في لحظة وراه كل ملك الدنيا وقال ليهو يا عيسى كل الملكة العظيمة اللي انت شفته ده ملكيه وأنا ممكن أديك ليهو كله بشرط إنك تسجد ليه لا يا إبليس لا يا إبليس لأنه في الطورات مكتوب ما تسجد إلا ليه الله وما تعبد إلا المولى إلهك وفي المرة الثالثة إبليس ساجوا للقدس وطلعوا على علمة ديت الله وقال ليهو إذا كنت إنت المسيح حبيب الله المختار نط نط من هنا نط من هنا تحت في الوطاء بدون ما تدعوك لأن الزبور بيقول يوصي الله ملايكته عشان يحرسوك ويشيلك فوق يديهم عشان ما تموت ولا حتى رجلك تصدم بحير يا إبليس الطورات بتقول ما تتحدى قدرة الله ولما إبليس خلص كل الحيل بتاعته مع سيدنا عيسى وفشل استسلم مؤقتا وخلاه الغاية ما يلقى فيه فرصة ثانية وسيدنا عيسى بعد كده رجع لي منطقة الجليل مليان بقوة السر الإلهي وبدأ يعلم الناس في بيوت العبادة وكلهم كانوا بيحفرموه ويقدروا مجهوده وخبره انتشر بين الناس النبوءة المسيح ويقول الله يخترني بيسره عشان نبشرة مساكين وأعلن نعمة للمحرومين وهي الحرية للمساجين والبصر للعميانين والإنصاف للمظلومين وحيكون ده وقت الرضا من رب العالمين الله يخترني بيسره وحيكون ده وقت الرضا من رب العالمين وبعد ذاك سيدنا عيسى قفل الكتاب وسلموا لواحد من خدام بيت العبادة وقعد عشان يعلم الناس وكل الموجودين في بيت العبادة كانوا مركزين نظرهم عليه وبدأ يتكلم وقال الليلة يتحقر للوعدة السمعطوه عن المسيح المنجي وبعد ما تكلم لي فترة كلهم كانوا مبهرين بالطريقة الممتازة اللي تكلم بيها وعشان كده قالوا غريبة ده مش هو الذي يوسف وسيدنا عيسى قال ليهم انتوا طبعا حتتحدوني وحتتقول لي زي ما بقول المثل ده الدكتور مفروض يعالي نفسه في الأول عشان كده انت مفروض تعمل هنا في بلدك كل الحياة تستمعناها إنك عملتها في كفر النحون أقول لكم الحق ما في نبي بيكون مقبول في بلده وفي الحقيقة في أيام النبي إلياس المطرة كانت مهندزت لمدة ثلاثة سنة ونص وحصل محل ومجاعة كبيرة جدا في منطقة اليهود والمناطق الحوالين وكان في الوقت داك في الشعبي بني إسرائيل في نسوان كتار رجال أماته والله ما رسل النبي إلياس لأي واحد من النسوان دين لكن رسلوا لي واحد غريبة لجيلا كان متوفي في بلد دي سيما الصرفاندي في منطقة الصيدة وضعمها بمعجزة وكمان في أيام النبي اليسع كانوا في ناس كتار مبرسين تخيلوا في منطقة بني إسرائيل وما كان في أمل في شفاهم وطهارتهم بعد الشفا والله ما شف أي واحد منهم لكن شف نعمان غايد الجيش السوري بواسطة النبي اليسع مع إنه نعمان ما كان من بني إسرائيل وكل الناس الموجودين في بيت العبادة جعله جدا لما سمعوا السلام أتبين إنه الله اهتم في بعض الحالات بالأجانب أكثر من شعب الإسرائيل وبالراضب شديد لزه سيد نعيسى وساقوه لغاية ما مرقوه بره من المدينة وطلعوه فوق راس الجبل اللي كانت بلد مبنية عليهم عشان يرموه من هناك لكن بترتيب من الله صحب نفسه من بينه مماشا ومن هناك نزل على كفر ناحوم وهي كمان حلة صغيرة في منطقة الجليل وكان بعلم الناس في يوم السبت والناس كانوا متعجبين من كلامه اللي كان له تأثير شديد لأنه كان بيكلموا بسلطان الله المبين وكان من ضمن الموجودين في بيت العبادة راجل متلبسه على الشيطان والشيطان ده صرخ بأعلى صوته وقال اه 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 انت مالك علينا يا عيسى يا ابن الناصرة انت جيت هنا عشان تهلكنا انا عارفك انت غدو صلى المختار اسكت اطلع منه الشيطان يا جماعة طرح الراجل قدام الحاضرين وطلع منه بدون ما يأذيه وطبعا كل الحاضرين استغربوا جدا وقالوا لبعض ديات الرسالة دي رسالة دي محكول فعلا تا عنده قوة وصلت بعمر بيها ارواح الشياطين غريبة قول ليها اطلعي وهي طلع طوالي سبحان الله وعشان كده خبر رسالة سيدنا عيسى ومعجسته دي مل كل نواحي منطقة الجليل وبعد ذاك سيدنا عيسى طلع من بيت العبادة وقام مشالي بيت واحد اسمه سمعان اللي برضو اسمه بطرس ولما وصل هناك لقى نصيبة بطرس عندها حم شديدة وطلبوا منه يشفيها ودنجر فوقها وامر الحمى انها تزول وفعلا الحمى فكتها معقول وطابط وطوالي جامت تخدم فيهم وفي يوم السبت الناس انتظروا لغاية نهاية التراحة الممنوع فيه اي عمل وبعدها لموا كل العيانين بعيلة المختلفة وجابوهم لسيدنا عيسى عشان يشفيهم كلهم وسيدنا عيسى عليه السلام مس كل واحد منهم بيده الشريفة وكلهم طابوا وكمان طلع الشواطين من ناس كتار لا حاولا شفت المعجزات دي حاجة عجيبة والشواطين كانوا بيصرخوا ويقولوا انت المسيح حبيب الله طريق ويانهم عرفوا الحقيقة دي سيدنا عيسى ما كان عاوزهم يواصلوا الكلام في الموضع ده عشان كده نهارهم وما سمح لهم يتكلموا وفي صباح يوم الأحد سيدنا عيسى قام ومشى لمكان في الخال عشان يدعب وناس كفر ناحون فقدوه وقاموا يفتشوا عليه ولما لقوه وقالوا ليه يا سيدنا من فضلك اقعد معنا وتاني ما تخلينا وتمشي يا جماعة مفروض تعرفي انه انا لازم برضو امشي المحلات التانية عشان اعلن البجارة بغيام المملكة الموعودة وعن الحاكم الحقيقي سير المملكة دي لانه دا الهدف الرسلني الله عشان حقيه وعشان كده سيدنا عيسى استمر يتنقل من مكان لي مكان في منطقة الجليل ويعلم الناس في بيوت العبادة هناك تحية زروق اخراك توماتر سير جدين